السلام عليكم يا سادس كيف حالكم؟ ما هي أحوالكم؟ اليوم بإذن الله سنبدأ بالوحدة الثانية عشرة ودرسنا هو مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب بالأول سأقرأ الدرس بإذن الله ومن ثم سنحفظ المعاني ونشرح الدرس ونقرأه مرة ثانية ونحل المعجم والدلالة والاستيعاب واجب معنا بإذن الله سأبدأ هيا بنا مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب أنتم يا شبابنا الأردني تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص فأنتم ابتداء القطاع الأوسع في المجتمع وأنتم ثانيا من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم والتي نؤمل ونعمل لتكون مخرجاتها إيجابية كابعون الله تعالى ولأن حملكم أيها الشباب كبير ومسؤولياتكم عظيمة بقدر ما هي إرادتكم وطموحاتكم فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وجديرين بهذا الحمل فمستقبل الأردن فمستقبل الأردن أمانة نوضعكم إياها لأن شباب الأردن هم غد الوطن وآفاقه الرحبة لذا لن نتخلى عن دورنا التنويري لدعم الشباب والحرص على تزويدكم بأدوات معرفة ومهارات التمييز كافة حتى تنالوا طموحاتكم وتتحقق طموحات الوطن العزيز أنتم أيها الشباب مسؤولون عن دوركم بوصفكم قوة مجتمعية حاضرة وفاعلة تترك بصمتها في حركة المجتمع وتوجهاته فلا نريد للشباب أن يكون مسلوب الرأي لا سمح الله أو عديم الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله أو عديم الوعي بخطورة التحديات الإقليمية التي تحيط بنا كما لا نريد للشباب أن يكون محصورا الأفق الاقتصادي أو متمنعا عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل فلتجعل جامعاتنا منارات علم وحاضنة وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق ولتجعل إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما ولتجعل مؤسساتنا العامة والخاصة كلها قصص نجاحا وتميزا ولتجعل قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع يا شباب الأردن الغالي اعلموا أن مستقبل الوطن بين أيديكم وأنكم من أبرز بين أيديكم وأنكم من أبرز صناعه وأنتم خير من يحمل هذه المسؤولية امضوا في مسيرة البناء والتحديث والازدهار فالأردن كل الأردن كل الأردني من خلفكم يعضدكم في كل خطوة من خطواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله الثاني ابن الحسين الآن يساعدة سنحفظ هذه المعاني حتى نشرح الدرس بإذن الله يلا يا حلوين جديرين مستحقين شو معنى جديرين مستحقين الرحبة الواسعة الرحبة الواسعة عديم الاكتراث يعني غير مهتم عديم الاكتراث يعني غير مهتم يعضض يقوي يعضض يقوي التنوير الهداية إلى الحق الهداية إلى الحق قدر حجم قدر حجم عين هي العضو التي نرى بها عين هي العضو التي نرى بها مرة أخرى جديرين أي مستحقين الرحبة الواسعة عديم الاكتراث غير مهتم يعضض يقوي التنوير الهداية إلى الحق قدر حجم عين هي العضو التي نرى فيها والآن يا حلوين إذن ما عنوان الدرس يزيد مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب يعني هناك كلام للملك ولكن تم اختيار بعض الكلمات يعني مقتطفات تمام بدأ الملك يقول أنتم يا شبابنا الأردني وجه له وجه الكلام للشباب بنادي عليهم حتى يدركوا حجم المسؤوليات يلي عليهم بحكى لهم أنتم القطاع الأوسع بمجتمعنا أنتم أوسع قطعين أطفال مش هال الشيوخ مش هال العدد الكبير العدد الأكبر عنا اللي هو الشباب وأنتم ثانيا من سيجني عوائد العملية التنموية اللي بمر بها الأردن اليوم يعني الشباب طول ما هم بيشتغلوا في دخل وهذا الدخل بعود للوطن برضه والتي نؤمل ونعمل لتكون مخرجاتها إيجابية ثم قال أنه أنتم حملكم كبير ومسؤولياتكم كبيرة لأنه عندكم إرادات وعندكم طموحات فأنتم مطالبين بأنه تكونوا على قدر هاي المسؤولية يعني أنتم قد المسؤولية ولكن بدكم تحقق طموحاتكم وآمالكم وأنتم تستحقوا هذا الحمل يعني حملكم لأنه عليكم مسؤوليات كبيرة كشباب فأنتم تستحقوا وحكا لهم أن المستقبل مستقبل الأردن أنتم كشباب هو أمانة نستودعكم إياه ليه لأنه أنتم غد الوطن وآفاق الرحبة تمام يا يوسف حكى لن نتخلى عن دورنا التنويري أنه إحنا نهدي إلى الحق لحتى أنه ندعم الشباب نحرص على أي شيء يوسف تزويدهم بأدوات المعرفة ومهارات التميز حتى تنالوا طموحاتكم يعني عشان تنالوا الطموحات وتتحقق آمالكم وطموحات الوطن فإحنا رح ندعمكم رح نزويدكم بأي شيء يخليكم تتطوروا رجع حكى أنتم أيها الشباب أداة نداء مسؤولون عن دوركم يعني مش هذا دوركم أنتم مسؤولين عنه أنتم رح تكونوا قد هاي المسؤولية لأنه أنتم قوة مجتمعية حاضرة وفاعلة وإلها أثر وبصمة في حركة المجتمع فما بدنا أنه يكون الشباب له دور مسلوب الرأي يعني أنه ما عنده رأي لا سمح الله لاحظوا أنها جملة معطردة أو غير مهتم ولا مبالي بالتطورات اللي بتصير من حوله أو ما عنده وعي بخطورة التحديات اللي بتحيطنا بالتطورات المختلفة آسفة أو ما عنده وعي بالتحديات اللي بتحيط فينا ولا نريد أنه يكون الشباب محصور الأفق الاقتصادي يعني ما فيه عنده تطور معين أو متمنعا عن المبادرة أنه ما بدوا يبادر ولا بدوا يبذل تعرفوا الشباب عندهم مسئوليات كبيرة عندهم طموحات كبيرة فبالتالي بدهم يطمحوا لا إشي أعلى بدهم يبذلوا بدهم يسعوا بدهم يكونوا قد المسئولي وبالتالي الملك على دعم هؤلاء الشباب فلتجعلوا جامعاتنا يعني أنتوا الشباب اللي بتكونوا بالجامعات أكيد مش الأطفال ولا الشيوخ أنتوا رح تجعلوا جامعاتنا منارات علم يعني أهل للعلم وتحضنوا هذا العلم وأصحاب ثقافة واحترام للتنوع يعني عادي نتقبل الرأي الآخر نتقبل أنه فيه تنوع واختلاف ونرفض الانغلاق والتشدد ولتجعلوا إعلامنا برضو الإعلام شدد على الإعلام بأنه لازم يكون عيني الأردنيين على الحقيقة يعني خلوا عينين الأردنيين وين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن ولتجعلوا مؤسساتنا العامة والخاصة يعني أنتوا من طموحاتكم أعمالكم تجعلوا منها قصة نجاح وتميز وحتى القوات المسلحة الباسلة فلتجعلوا منهم درع الوطن تمام يا شباب الأردن اعلموا أن مستقبل الوطن يعني هذا المستقبل بين أيديكم وأنتم من صناعه وأنتم خير من يحمل هذه المسؤولية فطلب منهم أنه يقدموا على التحديث والازدهار والأردن هو سيقويكم ويدعمكم وهو خلفكم هاي معنى يعضدكم يعني سيقويكم ويدعم ويساعدكم ويعينكم على كل خطوة من خطواتكم الآن يا أحبتي سننتقل للمعجم والدلالة ما تنسوا تدربوا على الدرس على قراءته لأني رح أحكي لكم أنه رح نقرأه اقرأ السؤال الأول يا عوني جديرين أي مستحقين الرحبة الواسعة عديم الاكتراث غير مهتم ولا مبالا أحسنت كمل يا يوسف يعضد يقوي ويعين التنوير الهداية إلى الحقيقة أحسنت يا يوسف ويا عوني الآن معك يا إيمان ما معنى ما تحتوى خط فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسئولية أحسنتم يعني حجم شكرا يا إيمان با طبخت جدتي الطعام في قدر كبير لاحظوا إذا ق قدر يعني حجم وإذا ق قدر يعني وعاء وعاء أحسنت يا بشار الآن يجاد السؤال الثالث واجب وهو استخرج من الفقرة الأولى ضد الكلمات الآتية عام والسلبية ومدخلاتها من هون يعني تمام السؤال الرابع جاء في رسالة جلالة الملك ولتجعل إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما ما معنى كلمة عين هنا آية بشار آية جاد آية سادس يعني العضو الذي نرى به طيب هناك معانا أخرى للعين ممكن تكون النهر جاري ممكن تكون بمعنى جاسوس آه ممكن العين التي نرى بها إذن العين ليست بس فقط العين التي نرى بها أحيانا نهر أحيانا جاسوس تمام يعطيكم ألف عافية وما تنسوا تحلوا الفهم والاستيعاب ترجمة نانسي قنقر